الى محافظة ادلب تتجه انظار النظام السوري وحلفائه بعد ان احكموا قبضتهم على اهم معاقل المعارضة المسلحة في دمشق وحلب وقبلهما حمصة كارثة انسانية وسياسية تنتظرها محافظة ادلب التي تغلي على صفيح ساخن وتشهد مراشقات بين عشرات الفصائل والكتاب المسلحة من بقايا الجيش السوري الحر واستحارة من الفوضى مكنت النظام من قدم اطرافها بعد سيطرته على عشرات القرى والبلدات في محيطها الا انه استدم بنقاط مراقبة تركية وصلت الى شرق خان شيخون الواقع في اقصى جنوب محافظة ادلب المطامع الايرانية في ادلب بدأت تظهر العلن على المستوى الرسمي اذ صرح مستشار المرشد الايراني للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي ان الخطوة المقبلة لمحور ايران هي السيطرة على محافظة ادلب شمالي سوريا تحذيرات من حرب مرتقبة اطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي رأى في المشهد المقبل سعيا من النظام وحلفائه الايرانيين لشن عملية عسكرية واسعة النطاق باتجاه محافظة ادلب وراء الوزير الفرنسي وجوب استباق الكارثة عبر عملية سياسية تؤدي الى تحييل محافظة ادلب عن العمليات العسكرية تصريحات لودريان تتطابق مع مخاوف المعارضة المسلحة من وقوع مذبحة في محافظة ادلب اذا ما قرر النظام وحلفائه بدعم روسي اجتياح المحافظة ولا تخفي ايران نيتها وخططها للهجوم على ادلب بغية الوصول الى بلدتي كفرية والفوعة قرب مدينة ادلب مركز المحافظة وحاولت اكثر من مرة تحريك ميليشياتها التي تتمركز في ريف حلب الجنوبي الا ان محاولاتها باءت بفشل ذريع امام تصدي فصائل المعارضة المسلحة لها على مدى اعوام لكن المراقبين يرون في تعقد المشهد العسكري وتداخل المصالح الاقليمية سيصعب من مهمة النظام وحلفائه في السيطرة على محافظة ادلب لا سيما انها اصبحت الملاذ الاخير للفصائل المسلحة